في البداية دائما لما نستذكر كل هذه الأحداث وكانها حلم ليل مع أنها طالت أمد الحرب 9 أشهر الآن ولكن ما زلنا نعيش نشوة الانتصار التي حدثت في السابع من أكتوبر وما زالت مستمرة أحداثها حتى اليوم وتداعياتها كذلك ليس في أرض غزة فقط وإنما في العالم أجمع فالطوفان كما يقال هو طوفان قارف قرى الكثير من الأحداث للعالم أجمع أستاذ محمود والأستاذ أنس نبدأ معكم باستذكار أحداث السابع من أكتوبر كيف تصفون تلك الأحداث في ذلك الصباح المبارك أصبحتم على يوم اعتيادي ولكن كان يوم مختلفا بكل المقاييس نتكلم عن السادس من أكتوبر قبل السابع من أكتوبر في السادس من أكتوبر كان موت متخرج للجامعات فكان كل واحد إلو قريب إلو صديق في الجامعة بيتخرج فخلصنا إحنا الاحتفال تبع التخرج وهيك روحنا نمنا الساعة السادسة صباحا ما بنسمع إلا أصوات غريبة أصوات يعني حتى في إطلاقها أول مرة نسمحها أصوات الصواريخ كصوت جديد ككثرة إطلاق الصواريخ كثرة انفجارات حدث يعني الكل انصدم فيه طار الواحد يعني هيك عنده مشاعر مختلطة مش عارف يفرح يزعل كذا لسه مش عارف هو أصلا الصواريخ هذه من مين إيش فيه إيش صاير معنا ما بنعرفش بعد تقريبا تلت ساعة من الحدث هذا بدأنا نشاهد فيديوهات على إنستجرام وفيسبوك إنه المقاومة دخلت الإسرائيل الفلسطيني المحتلة نعم فعارف كيف أنت بتتفرج على فيديو وهيك فيه إشي هيك بقشعر بدنك مشاعر بتتحرك يعني أنت قاعد بتشاهد حاجة أول مرة نشوفها حاجة كانت حلم بالنسبة لنا يعني هاي كانت بداية سبعة أكتوبر في أول نصف ساعة طبعا نؤكد على أن أهل غزة أنفسهم ما كانوا يعلموا عن هذه الأحداث قبل ذلك ما حد بيعلم يعني أنا حسب ما أنا شفت المجاهدين الأفراد ما كانوا بيعلموا ما شاء الله كانت ترتيب من خلال يعني إشي بسرية تامة ويسير بسرية تامة إلا ما فجأة كل المجاهدين سمعوا قرار فجأة جاههم إنه إحنا بننامل واحدين ثلاثة هيك كانت البداية من فرحة الناس الناس نزلت الشبارع الناس في منهم برضو اللي كانوا قراب على الحدود صاروا يروحوا على الحدود صاروا يقشوا جوه كانت فرحة كبيرة للشعب الفلسطيني بشكل عام ما شاء الله جميل جدا أستاذ أنس كيف تصف الأحداث في ذلك اليوم الله هي كانت لحظة تاريخية لحظة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراحة كان الحدث كبير وعظيم وكان حدث جلل يعني أنا صليت الفجر نعم وغفيت شوية صحيت على صوت ناس بتكبر وبتهلل وصوريخ بتطلع ما شاء الله من الشمال من الجنوب من الشرط من الغرب فوق الأرض تحت الأرض يعني بركان يغلي ما شاء الله كنت فرحان كثير في هذه اللحظة كثير وكنا طبعا كنا نعيش مع كل الأحداث أول بأول رغم بعد المسافات صحيح يعني كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الممتدة منذ سبعين عاما أو أكثر من سبعين عاما في الضفة وغزة والقدس طبعا أنت عارفين أنه غزة محاصرة من تقريبا عشرين سنة وكان في ضغط كبير في غزة على السكان فالمقاومة مفجرت فصبت غضبها في المحتل الغاصب الذي احتل الأرض وضيق على الفلسطينيين في غزة والضفة وعلى أهلنا في القدس المحتلة التي تعاني من احتلال إسرائيلي وحفريات تحت القدس لإقامة هيكلهم المزعوم هيكل سليمان طبعا أستاذ أنس انت التقط بعض المقاطع من صباح السابع من أكتوبر صحيح والله أنا قمت مصدوم يعني طلعت هيك فتحت الشباك ما شاء الله عسيت الدنيا عيد هيك الشمس هيك ما شاء الله أعطتني بارقة أمل مع هالصواريخ اللي بتطلع يعني كان شعور صراحة لا يوصف الصواريخ من كل حد بنوصوب ما شاء الله نريد نعيش معك الأحداث نتابع المقاطع الليل تقطها بنفسك أتصور أنها تعرض لأول مرة حتى هذه البديوات تعرض لأول مرة أنا لم أنشرها عبر حساباتي بسبب حساسية الأمر لكن الآن طبعا لا مانع من نشرها بعد دخول الاحتلال لقطاع غزة هذا الفيديو طبعا أنا كنت أكبر فيه أنا صحيت أكبر والناس كلها كانت تتكبر ما شاء الله وأنا صراحة جسمي كان مقشر من كتر الفرحة حتى واضح الصواريخ وهي تنطلق أيوة الصواريخ كانت تضرب غلاف غزة ومطار رامون ومطار بنقريون المطارات التي تخرج منها الطائرات الإسرائيلية الـ F-35 أو F-16 طبعا هذه الصواريخ عطلت عمل المطارات وعطلت إقلاع الطائرات لضرب غزة ساعات متواصلة وهذه كانت ضربة للاحتلال الإسرائيلي أنك تقعد ست ساعات تضرب في اليهود في غلاف غزة وتدخل الغلاف بدون أن يتحرك الاحتلال السيوني بطيرانه لضرب غزة طبعا حتى نشاهد كيف أن قطاع غزة كان قطاع جميل مرتب أنيق أكيد ولكن لابد أن الحرية ثمن ثمن بعض وكبير بلا شك وهي لا تأتي في يوم وليلة طبعا فترة المقاومة كانت في البداية أطلاق صواريخ لعمل ربكة أو كغطاء في البداية كانت غطاء للمقاتلين لشان يخشوا نعم نعم وهي عطلت عمل المطارات وطبعا عطلت كل إسرائيل شلت الحركة في جميع كيان الصهيوني جميل جميل ترجمة نانسي قنقر